أن أبعاطف مجدلاني طالب مجلس النواب بإحالة ملف تزوير شهادات الصيدلة على نيابة العامة وكشف ملابسات هذه الفضيحة وما وراءها ما قامت به وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية ونقابة الصيادلة بسحبها إجازات ممارسة مهنة الصيدلة من 15 صيدليا الآن زوروا شهادات الكولوكيوم أمر جيد ولكنه مرة أخرى غير كاف كما حصل مع ملفات الأدوية المزورة المطلوب إحالة هؤلاء إلى التحقيق أن هذا الموضوع يستدعي تدخل النيابة العامة التمييزية وفورا وبصورة خاصة النائب العام التمييزي كون هذا التزوير يشكل اعتداء على سلامة وأمن المجتمع اللبناني